أكثر من 25 من طالبي التجنيد كانوا فريسة للإرهابي الذي فجر نفسه صباح اليوم في مدينة المكلة عملية إرهابية جديدة استغلت الفراغ الأمني وتدافع المئات من الشباب للتجنيد في معسكر قوات النجدة بعد يومين من استهداف قيادة المنطقة العسكرية تحولت العمليات الإرهابية في حضر موت وتصاعدت بشكل دراميتيكي بالتزامن مع كشف قائد المنطقة العسكرية الأولى عن تمكن قوات الجيش من ضبط عشرات السيارات المفخخة واعتقال أكثر من مئة شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في المكلة والشحر والغيل وغيرها من المناطق تعاني محافظة حضر موت من اختلالات أمنية كبيرة جراء سيطرة تنظيم القاعدة على أجزاء واسعة منها لأكثر من عام وتفكيك الأجهزة الأمنية وتعرض عشرات الضباط والعسكريين للاغتيال خلال الفترة الماضية استهداف المجندين الجدد في المكلة اليوم أعاد للأذهن عمليات مشابهة تم تنفيذ إحداها في مدينة عدن مطلع العام الجاري وقبلها في العاصمة صنعاء استهدفت أواخر العام 2014 المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة هي معركة وجود ونفوذ بين القوات الحكومية وبين تنظيم القاعدة وتحضر في الأثناء تشعوبات عديدة وأطراف متعددة تحاول إبقاء الوضع في المكلة ومناطق أخرى ملتهبا وغير قابل للاستقرار